كرم اتحاد اللجانة الأولمبية الوطنية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسمو الشيخ جعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعدد من رؤساء وعضاء اللجانة الأولمبية الوطنية في إنجاز عالمي جديد يضافه إلى سلسلة الإنجازات الإدارية التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد الثاني ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كرم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية سمو الشيخ ناصر بوسام ANOC والذي يعتبر من أعلى الأوسمة التي يمنحها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية حيث تسلم سموه الوسام من قبل الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بحصوله على هذا الوسام معتبرا أنه تكريم لجميع الرياضيين في البحرين والخليج وحافز لمزيد من العطاء والجهد للرياضيين وقال سموه إن ما أوصلنا إلى هذا التكريم الرفيع هو الإصرار والحرص على تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدة في الارتقاء بالحركة الرياضية الأولمبية في البحرين وأكد سموه بأنه لم يعد خافيا حجم العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة الأولمبية البحرينية لتطوير الرياضة البحرينية متنيا سموه على الدور الذي يقوم به الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ودوره في خدمة القطاع الرياضي العالمي خلال السنوات الطويلة كما أشهد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في تطوير الرياضة الأولمبية العالمية والتي حققت إنجازات رائعة على مدى السنوات الماضية كما أشهد سموه بالعمل المتميز الذي قام به سمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في سبيل الإعداد والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية وكان حفل التكريم قد بدأ بكلمة من الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أشهد فيها بالجهود الصادقة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ودور سموه الكبير في ترسيخ المبادئ السامية التي تنادي بها الحركة الأولمبية الدولية إضافة إلى ما قدمه سموه للحركة الرياضية البحرينية كما ألقى سمو الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية كلمة أكد من خلالها على ما قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود خالصة في دفع العمل الخليجي الأولمبي المشترك والارتقاء بها إلى أعلى المستويات فيما أثنى السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبيات الدولية على ما حققته الرياضة البحرينية من تطور متصاعد في كافة منظوماتها بفضل اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سعداء اليوم بتشريف سمو الشيخ ناصر بن حمد بعنة اليوم في هذا المؤتمر الرياضي الكبير وهو الأكبر في منطقة الخليج العربي ليكون أحد المكرمين على دورها في الحركة الرياضية الشيخ ناصر رغم بداية الغريبة في الحركة الأولمبية لأنه استطاع وبخطوات ثابتة بتحقيق أكثر من هدف للرياضة البحرينية أولا بوضع الغوانين والأنظمة بما يتماشى مع اللوائح الأولمبية والاتحادات الدولية وهذه خطوة تحسب بشكل إيجابي في الأسرة الرياضية وكانت مقدرة بشكل كبير من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والرئيس بخ استمرار الرياضيين البحرينين بالمشاركات وتحقيقهم عدد من الميداليات في أكثر من ألعاب الأولمبية وآخرها كان في ريولي تتبوء صدارة الدول الخليجية في هذه الميداليات أيضا هذا إنجاز يحسب لسموه الشيخ ناصر الشيخ ناصر استطاع بفترة غليلة أن يتواجد الرياضي البحريني في مناصب إدارية كبيرة فاليوم البحرين تقود قرة الغدم الأسيوية وهي أيضا أنصر فعال في الفيفا أكبر المنظمات الرياضية بعد اللجنة الأولمبية الدولية هذه الإنجازات لم تتم لو لا وجود شيخ ناصر في الإدارة الحكومية والرياضية في مملكة البحرين لذلك كان نوع من العرفان والشكر قدمت المنظمة التي سموه من خلال هذا الوسام الذي نهن فيه جلالة الملك والد الجميع لأنه هو الرياضي الأول في البحرين وهو من يعشق الفروسية والغولف واللعبات مختلفة ودعم سموه الشيخ ناصر في بسيرة الرياضية نشكر سموه العهد ونشكر رواد الجميع السموه رئيس مجلس الوزراء على الدور الكبير التي تلعبه مملكة البحرين وأنه أن أخونا سموه الشيخ ناصر والرياضيين البحرينيين هذا والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيسي مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة وقد أعرب سموه عن اعتزازه بما تشهده العلاقات البحرينية القطرية من تطور وتنام تجسيدا لما يربط بين البلدين من روابط أخوية أرسى دائمها جلالة الملك المفدة وأخوه سمو أمير دولة قطر حفظهم الله ورعاهما أشيدا بما تشهده دولة قطر من تطور ونماء في شتى المجالات